أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات في هذا الدرس نتوقف عن عند مقدمة لعملية الجمع في النظام الثنائي لما مقدمة لأنه لازل أمام تمثيل الأعداد السليبة قبل أن نصل للعملية الحسابية لكن لتمثيل الأعداد السليبة نحتاج لبعض المعارف في عملية الجمع في النظام الثنائي لهذا سيكون هذا الدرس بمثابة مقدمة بسيطة عن عملية الجمع ومن بعد حين نتعلم عملية تمثيل الأعداد السليبة سنعود للعملية الحسابية ومن بينها الجمع بتفصيل أكثر إذن هذا الدرس كما قلت سيكون خاص بالجمع في النظام الثنائي إذن يمكن أن أكتب هناك أنواع للدرس الجمع في النظام الثنائي نحن نعرف عملية الجمع في النظام العشري مثلا لنقوم بجمع عددين كالعددين 15 و17 فنكتبهم على هذا الشكل 15 زائد 17 إذن تعلمنا أن نكتب الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات ومن بعد نقوم بعملية تجامع كل عنصر مع العنصر الذي يقابله نجمع 5 زائد 7 هي 12 12 أكتب 2 وأحتفظ بواحد أو يبقى لي فائض واحد لأن 12 هي 2 زائد عشر وأن الواحد ينتمي إلى عمود العشرات فيصبح لي هنا 1 زائد 1 زائد 1 هي 3 وهكذا أحصل على النتيجة معنى ذلك أنه في عملية الجمع في النظام العشري يجب أن أعرف جمع كل عنصر مع باقي عناصر النظام العشري التي هي 10 وهكذا تعلمنا عملية الجمع حيث مثلا كنا نتعلم 1 زائد 2 1 زائد 3 1 زائد 4 وهكذا لكل عنصر نتعلم جمعه مع العناصر الباقية في النظام الثنائي الأمر جد سهل لأن بدل عشرة عناصر كما في النظام العشري لدينا عنصرين فقط إذن يكفي أن نقوم بحفظ جمع هذين العنصرين فيما بينهما إذن لدينا كما قلت عنصرين فقط لدينا السفر إذن لدينا السفر والواحد هما عنصرين النظام الثنائي فيكون لدينا أربع حالات لجمع هذين العنصرين فيما بينهما لدينا الحالة التالية الحالة الأولى هي السفر مع نفسه أي السفر زائد سفر ونتيجتها هي السفر الحالة التالية هي السفر زائد واحد إذن السفر زائد واحد نتيجتها هي واحد ولدينا واحد زائد سفر نتيجتها هي الواحد ولدينا نهاية واحد زائد واحد نتيجتها هي السفر وأحتفظ بواحد وهنا يكون لي واحد زائد سفر زائد سفر يساوي واحد إذن الأشياء البسيطة هي الحالة الثلاثة الأولى ولدينا الحالة الرابعة يجب انتباه لها واحد زائد واحد يساوي السفر وأحتفظ بواحد فتكون النتيجة النهائية هي واحد سفر وعلى الحالة يمكن أن تصادفها كثيرا في بعض المواقع وبعض الكتب كنكتة وترفع ويتدولها أيضا في الإعلامات يقول لك واحد زائد واحد يساوي عشر وصحيح أن واحد زائد واحد يساوي واحد سفر في النظام العشاء في النظام الثنائي إذن يمكن أن نلاحظ أيضا هنا أن السفر زائد واحد هي نفسها واحد زائد سفر تساوي واحد هذه الخاصية تسمى بالتبادلية موجودة أيضا في النظام العشري لا يهم ترتيب عناصر عملية الجمع فالسفر زائد واحد هو نفسه واحد زائد سفر إذن هذه الحالة الأربعة أو الثلاث لو تردنا أن هذه الحالة أو الحالتين متشابهتين هي التي يجب حفظها للقيام بعمليات الجمع في النظام الثنائي سنأخذ ثلاثة أمثلة متفاوتة في الصعوبة ونرى كيف نطبق هذه الحالات أو كيف نستغلها لجمع أعداد في النظام الثنائي سنأخذ المثال الأول وسيكون على الشكل التالي سنأخذ العدد واحد هنا واحد سفر واحد وأخذ زائد واحد سفر ولاحظ أني قمت بكتابة واحد سفر على اليمين حيث السفر تحت الواحد والواحد هنا تحت السفر أي أن الأعداد من نفس القوى أكتبها كما في النظام العشري تحت بعضها البعض إذن الوحدات في النظام العشرين أقول الوحدات العشرات والمئات في النظام الثنائي هنا لدينا اثنين أس سفر اثنين أس واحد وهكذا لأننا لدينا الأساس اثنين إذن أكتب الأعداد تحت بعضها وأقوم بعملية الجمع بالاعتماد على هذه الحالات الأربعة فلدي واحد زائد السفر هي واحد ولدي السفر زائد واحد هي واحد سفر زائد واحد وهنا لدي السفر في الأسفل معنا ذلك أنه لدي واحد زائد السفر هي واحد يمكن أن أتأكد من النتيجة عن طريق تحويل عن طريق تحويل هذين العددين إلى النظام العشري وتحويل النتيجة إلى النظام العشري وأرى فعلا هل جمع العددين العشريين يساوي النتيجة فلدينا مثلا هنا هذه العملية تقوم بها للتأكل فقط في المرحلة الأولى حين تكون لديك شك في العمليات التي تقوم بها إذن هنا لدينا 1 0 1 هو العدد 5 ولدينا 1 0 هو العدد 2 إذن لن قمنا بعملات الجمع يجب أن نحصل على 7 وفعلا 1 1 1 هي 7 1 زي 2 زائد 4 تساوي 7 إذن هذه النتيجة نقول صحيحة نأخذ مثل آخر يكون أصعب قليلا ونأخذ العدد 1 0 0 1 وعدد آخر 1 0 1 أقوم بعملية الجمع ونرى ما هي النتيجة التي سنحصل عليها لدينا 1 زائد 1 يساوي 0 وأحتفظ بـ 1 كما في الحالة الرابعة إذن هنا سيكون لإحتفاظ 1 فتصبح النتيجة هنا 1 زائد 0 زائد 0 هي 1 هنا لدينا 0 زائد 1 هي 1 هنا لدينا 0 زائد 1 هي 1 يمكن أيضا أن أقوم بتأكد من طريق تحويل عنصرية عملية الجمع فلدينا 1 0 1 هي العدد 9 و1 زائد 8 إذن 9 وهنا لدي 1 0 1 هي 5 إذن الجمع يجب أن يعطيني العدد 14 وهنا لدي 2 زائد 4 زائد 8 يساوي فعلا 14 إذن هذه النتيجة أيضا نقول صحية نأخذ مثال أصحاب هنا سأخذ عددين بأربع وحدات هنا لدي العدد 1 0 1 1 والعدد 1 1 0 1 قم بعمليات الجمع فأحصل على النتيجة التالية لدي 1 زائد 1 يساوي 0 وأحتفظ بواحد إذن هنا لدي 1 زائد 1 زائد 0 هي 0 وأحتفظ بواحد وهنا لدي 1 زائد 0 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد وهنا لدي 1 زائد 1 زائد 1 إذن أقوم بعمليات الجمع بالتدريج لدي 1 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد إذن 1 زائد 1 يساوي 0 وأحتفظ بواحد 0 زائد 1 هي 1 ولا لا أنسى الاحتفاظ هنا لدي 1 زائد 0 زائد 0 هي 1 لو قمت بعمليات التحويل لأتأكد من النتيجة فسأجد أن هنا لدي 1 زائد 2 زائد 8 هي 11 وهنا لدي 1 زائد 4 زائد 8 هي 13 النتيجة يجب أن تكون هي 24 هنا لدي 1 2 3 إذن هنا لدي 8 عفوا 1 2 4 8 محلوظة و 16 8 زائد 16 هي 4 و 20 هنا أيضا النتيجة صحيح إذن هذه كما قلت مقدمة فقط في عملية الجمع يكفي أن نعرف الحالة الأربعة وطريقة استغلالهم لتمثيل أعداد بسيطة أو ما نحتاج لتمثيل الأعداد السليمة هي أشياء بسيطة فقط بعد سنعود لعملية الجمع لنتعرف على مفاهيم أكثر وأشياء أكثر بعد تمثيل الأعداد السليمة إذن نلتقي في درس مقبل إن شاء الله إلى اللقاء